في اجتماع جمع كل صحفي مجمع النهار بمختلف أقسامه حث الرئيس المدير العام للمجمع الزميل أنيس رحماني صحفي المجمع على ضرورة الالتزام بالأخلاق المهنية وأدبيات العمل الصحفي خلال المعالجة الإعلامية خاصة وأن الجزائر مقبلة على استحقاقات رئاسية الزميل أنيس رحماني أكد للصحفيين أن التجرب التي مرت بها قناة النهار أكسبتها خبرة في التعامل مع المرشحين التي يجب أن تكون بكل مهنية واحترافية اليوم على زملاء في هيئة التحرير كان الهدف منه هو وضع معالم تعامل قناة النهار خلال الرئاسية 2019 تم توضيح للزملاء رؤية المعالجة المهنية والاحترافية خلال الرئاسيات خاصة وأن الرئاسيات المقبلة ستكون خلاصة تجربة قناة النهار منذ سنة 2012 وهي تجربة كافية علمتنا كيف التعامل مع الأحداث الكبرى وأيضا كيف نستغل هذه المناسبة لإبراز الأخلاق المهنية أخلاق الصحفية والضعوبة المهنية بالنسبة لنا في التعامل مع المرشحين ترجمة نانسي قنقر